على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة العالية التي سجلتها مدينة كربلاء المقدسة إلا إنها احتضنت جموعا كبيرة من الزائرين من داخل وخارج العراق لإحياء مراسيم الزيارة ودعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة عند مرقده الشريف كما امتد زحف الزائرين إلى منطقة بين الحرمين الشريفين في هذه السنة شاركت زيارة يوم عرفة للإمام الحسين عليه السلام هذه الزيارة زيارة مقدسة زيارة له أجر كثير للمؤمنين والمؤمنات إلى فضل كبير هذه الزيارة زيارة عظيمة تاسع من ذو الحجة زيارة مباركة زيارة الإمام الحسين عليه السلام سيد الشهداء ونسأل من الله القبول زوار من دولة الكويت أجينا إلى هذه الزيارة العظيمة زيارة المذكورة في جميع الروايات في كثير من الروايات ومثل ما تعرفون أهل البيت مدارس سلام الله عليهم والمدرسة الروحانية العظيمة التي تسمو بالروح هي مدرسة الإمام أبا عبد الله سلام الله عليه فأحنا دائما نسمو بالروح العتابة الحسينية المقدسة أعدت خطة خاصة لضمان سيابية دخول الزوار إلى المراقد المقدسة ووضعت برنامجا عباديا خاصا بهذه المناسبة ومنها قراءة دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة بالإضافة إلى المحافل القرآنية في هذا العام يكون إلقاء دعاء عرفة في صحن العقيلة ولقد جهزت المنطقة والصحن بكل مستزمات إداء الزيارة والدعاء أحياء زيارة عرفة في كربلاء المقدسة مناسبة دينية يحييها الزوار سنويا راجين من الباري عز وجل الثواب وغفران الذنوب وكلهم أمل في أن يحيوا هذه الشعيرة في السنوات القادمة في المشاعر المقدسة مئات الآلاف من الزائرين الذين جاءوا من مختلف المحافظات العراقية وعدد من الدول العربية والإسلامية جاءوا إلى هنا لإحياء يوم عرفة وقراءة دعاء الإمام الحسين في هذا اليوم الفضيل من كربلاء المقدسة معتز العبودي العالم